بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله وصحبه أفضل الصلاة وأتم التسليم حياكم الله طلابنا وطالباتنا حياكم الله في هذا اليوم الجميل وكذلك في هذا الدرس الجديد والذي سوف ننطلق منه بما تحدثنا عن الخلايا ثم ننطلق بعدها عن الحديث حول الفرق بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية إذن تذكرون ما تحدثنا عنه سابقا طلابنا وطالباتنا ماذا كنا نتحدث عنه في الدرس الماضي؟ أحسنتم تحدثنا عن الخلايا وماذا كان ضمن ذلك المحتوى من الدرس؟ جميل جدا كان لدينا كيف يمكننا التعرف على الخلايا وكيف استطاع العلماء اكتشاف المجاهر التي ساعدتهم في معرفة تفاصيل الخلايا بعد ذلك تحدثنا عن مستويات التنظيم في المخلوقات الحية عندما بدأنا بأصغر المستويات من الخلية ثم بعد ذلك تطورنا إلى العضو إلى النسيج ثم إلى العضو وأخيرا إلى الجهاز فجسم المخلوق الحي بعد ذلك طالبي وطالبتي تحدثنا عن المكونات التي توجد داخل المخلوقات الحية من عناصر من مركبات ذكرناها فيما سبق في درس الحصة الماضية لنعرج في البداية طالبي وطالبتي ونتعرف أولا عن موضوع درس هذا اليوم شاهد معي طالبي وطالبتي عنوان درسنا لهذا اليوم كيف أقارن بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية في البداية طالبي وطالبتي دعونا نعود للخلف قليلا لنراجع ما تعلمناه تحدثنا سابقا عن ترتيب المواد سواء كانت ذرات أو عناصر أو مركبات في المخلوقات الحية ما هو الترتيب بين هذه العناصر وما هو الترتيب التنظيمي لها؟ أحسنتم إذن تحدثنا وقلنا طالبي وطالبتي بأن الترتيب من الأصغر إلى الأكبر الذرة وتحدثنا عن الذرة ماذا تعرف طالبي وطالبتي عن الذرة؟ ما هي المعلومات التي أخذتها سابقا حول الذرة وحول المعلومات في الدرس الماضي؟ أحسنتم رائعون إذن الذرة هي عبارة عن أصغر وحدة للمادة بعد ذلك العنصر الأكبر من هذه الذرة أو الجزء الأكبر من هذه الذرة هو العنصر أحسنتم ماذا يعني لك العنصر طالبي وطالبتي؟ أحسنتم رائعون العنصر كما ذكرتم هو عبارة عن اتحاد ذرات ولكن هذه الذرات من النوع نفسه أي من نوع واحد ولا يمكن تجزئة هذا العنصر بعد ذلك تحدثنا عن ما هو أكبر من العنصر ويوجد في أجسام المخلوقات الحية أحسنتم إذن الأكبر من العنصر وهو عبارة عن المركب وذكرنا بأن المركب هو عبارة عن جميل جدا هو اتحاد كيميائي لمجموعة من العناصر عندما تتحد مجموعة من العناصر اتحادا كيميائيا فإنها تكون مركبات ومن ضمن هذه المركبات مركبات موجودة في أجسام المخلوقات الحية وفي الخلايا إذن لن نتعرف على هذه المركبات ونذكرها لكم كما ذكرناها لكم ونذكركم بها سابقا من هذه العناصر والمركبات الموجودة في الخلايا وفي أجسام المخلوقات الحية لنبدأ أولا بالمركب الأول البروتينات ماذا تعرف طالبي وطالبتي عن البروتينات؟ أحسنتم كما ذكرتم البروتينات تعتبر مركبات وهذه المركبات تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسوجين وكذلك النيتروجين بعد ذلك تحدثنا عن المركبات الأخرى أو المركب الآخر الموجود في خلايا المخلوقات الحية وهي الدهون ماذا تعرف طالبي وطالبتي عن هذه أو عن هذا المركبات؟ عن هذه المركبات الدهون أحسنتم إذن الدهون كما ذكرتم هي عبارة عن مركبات وهذه المركبات تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسوجين وهذه المركبات وهي الدهون تخزن الطاقة وتمد الخلايا بطاقة أكبر من الكربوهيدرات ماذا تعني لنا الكربوهيدرات؟ أحسنتم الكربوهيدرات كذلك تعتبر مركبات وهي مركبات تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسوجين إضافة إلى ذلك هي تمد الجسم بالطاقة ولكن بطاقة أقل من الدهون أخيرا تحدثنا عن الأحماض وذكرنا بأن الأحماض طالبي وطالبة الأمينية هي عبارة عن مركبات تتكون من الكربون والهيدروجين والأكسوجين وكذلك النيتروجين والفسفور إذن هذه عبارة عن مجموعة المركبات الموجودة في خلايا المخلوقات الحية بعد ذلك طالبي وطالبتي بإذن الله في درس هذا اليوم سوف نتعلم عددا من الفقرات من عنوان درسنا ماذا تتوقع أن نتعلم اليوم طالبي وطالبتي؟ مر عليك عنوان درسنا قبل قليل أحسنتم إذن سوف نتعرف عن الفرق أو نتعرف بالفرق بين خليتين هامتين للمخلوقات الحية ألا وهي الخلية الحيوانية وكذلك الخلية النباتية ولكن كما ذكرنا لكم سابقا سوف نمر بمراحل دورة التعلم الخمس بداية من التهيئة ثم الاستكشاف ثم بعد ذلك الشرح والتفسير وهكذا حتى نصل إلى المراحل الأخيرة لنبدأ وإياكم إلى ما سوف نتعلمه اليوم سوف نقوم نحن وإياكم في مرحلة الاستكشاف بنشاط استقصائي في هذا النشاط سوف نستكشف كيف يمكننا التعرف أو إيجاد أو الإجابة عن تساؤل موضوع درسنا لهذا اليوم في الفقرة الثانية طالبي وطالبتي سوف نتعرف على عملية المقارنة بين هذه الخلايا سواء كانت خلايا حيوانية أو خلايا نباتية ما هي المكونات بداخل هذه الخلايا والتي ساعدتنا في معرفة الفرق بينهما لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا لنشاهد نحن لازلنا كما ذكرنا لكم في وحدة تنوع الحياة شاهد معي وقد شاهدنا هذه الصورة سابقا عندما ذكرنا وقلنا بأن العلماء يقدر عدد أنواع المخلوقات الحية المعروفة في الكون بما يقارب 2.5 مليون نوع وهذه عبارة عن خلايا البصل تحت المجهر لنبدأ وإياكم لنجيب عن التساؤل الثاني انتهينا من التساؤل الأول والذي ذكرنا فيه كيف تنتظم المخلوقات الحية أو كيف تنتظم كما نشاهد كيف تنتظم إرسام المخلوقات الحية والموجودة والتي تحتوي على خلايا بعد ذلك إلى أنسجة إلى أعضاء إلى حتى أجهزة المخلوقات الحية بعد ذلك سوف نتحدث اليوم عن الدرس الثاني شاهد معي طالبي وطالبتي عنوان الدرس الثاني كيف تقوم الخلايا كما تشاهد معي طالبي وطالبتي كيف تقوم الخلايا بالعمليات الحيوية إذن سوف نجيب عن هذا التساؤل عبر درسنا لهذا اليوم وكذلك الدروس القادمة بإذن الله كيف تقوم الخلايا بالعمليات الحيوية شاهد معي وقد شاهدنا سابقا هذه الخلية وهي عبارة عن خلية عصبية تختلف عن أنواع الخلايا الأخرى كما ذكرنا لكم الأنسجة وأنواعها الأربع فبالتالي هناك خلايا تختلف باختلاف الأنسجة الموجودة بها أو الموجودة داخل هذه الموجودة التي تحتوي على هذه الخلايا لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى مفردات هذا الدرس والدرس القادم بإذن الله تعالى لدينا عدد من المفردات المفردة الأولى هي النقل السلبي النقل السلبي كما تشاهدون أمامكم انتقال المواد تشاهد معي بعض الجزئات طالبي وطالبتي كيف يمكن أن تنتقل من وإلى الخلية هذه عبارة عن خلية وهذه جزئات تساعد أو تحاول أن تدخل أو تخرج من هذه الخلية وسوف نتحدث عن هذا النقل السلبي عندما تعبر هذه الجزئات دون الحاجة الخلية إلى طاقة ثم بعد ذلك سوف نتحدث عن مفردة أخرى وهي الخاصية الأسموزية عندما تنتقل جزئات الماء عبر الغشاء البلازمي للخلايا من مناطق التركيز الأكبر إلى مناطق التركيز الأقل بعد ذلك سوف نتحدث عن النقل النشط وهو عكس النقل أو الخاصية الأسموزية والنقل السلبي وهو عبارة عن انتقال المواد ويتطلب ذلك حدوث طاقة من الخلية وهذا كله سوف نتعرف عليه في دروس الحصص القادمة بإذن الله لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى الفقراء الأخرى لنشاهد معا في هذه الفقراء كيف يمكننا التعرف على الدرس الثاني شاهد معي طالبي وطالبتي هذه الصورة الخلية النباتية والخلية الحيوانية أريد منك أن تتماعن في هذه الصورة وأدعك أن تشاهد ماذا يوجد في هذه الصورة ماذا تلاحظ طالبي وطالبتي في هذه الصورة؟ أحسنتم نلاحظ مخلوق حي وهو الضفدع وكذلك نلاحظ كذلك نبات عدس الماء إذن هناك مخلوقات في هذه الصورة لننظر ونتسأل الخلايا هي الوحدات البنائية والأساسية للحياة وهذا تعرفنا عليه سابقا وفهمنا وعرفنا بأن الخلايا هي وحدة أساسية في أجسام المخلوقات الحية إذن ماذا بعد ذلك؟ تقوم الخلايا بوظائف محددة لمساعدة المخلوقات الحية على أن تعيش هذا الضفدع يحتوي جسمه على خلايا نبات عدس الماء يحتوي كذلك على خلايا مثل هذا الضفدع وكذلك نبات عدس الماء كيف يمكن أن نقارن بين تركيب الخلية النباتية والخلية الحيوانية؟ عندما نأخذ شريحة لدم ضفدع مثلا ونأخذ شريحة من نبات عدس الماء هل هناك تشابه طالبي وطالبتي بين الخليتين؟ ما هو التشابه؟ ما هو الاختلاف بين هاتين الخليتين؟ إذن هذا ما سوف نتحدث عنه بإذن الله خلال هذا الدرس لنتعرف ونقول طالبي وطالبتي ونتوقع بأن الخلايا في النبات تحتوي على صبغة خضراء هذه الصبغة الخضراء نسميها الكلوروفيل وهذه الصبغة ضرورية جدا في عملية البناء الضوئي إضافة إلى ذلك خلايا النباتات تحتوي على جدار صلب إذن هناك فروق قد نتحدث عنها بإذن الله تعالى في هذا الدرس حتى نتعرف على الفرق بين الخليتين النباتية وكذلك الحيوانية لننطلق وإياكم إلى الفقرة الأخرى فيما تختلف الخلايا النباتية عن الخلايا الحيوانية هذا طالبي وطالبتي هو سؤال نحاول أن نجيب عليه حتى نتعمق نحن وإياكم في الإجابة فيه عبر هذا النشاط إذن الهدف من هذا التساعل أو من هذا النشاط هو عندما نجد أن الخلايا هي الوحدات البنائية الأساسية في المخلوقات الحية كيف يمكننا أن نقارن بين هذه الخلية النباتية وكذلك الخلايا الحيوانية هذا هو الهدف العام والذي سوف نسعى إلى تحقيقه سوف نقوم بفحص خلايا حيوانية وكذلك خلايا نباتية لنحدد الشبه والاختلاف بإمكانكم طالبي وطالبتي أن ترسموا دائرتين متقابلتين لتضع في المنتصف التشابه بينما في الأطراف الاختلاف بين الخلايا ماذا نحتاج إليه؟ نحتاج إلى كما تشاهدون شريحة مجهرية وكذلك قطارة وكذلك ملقط وورقة نبات مثلا كنبات الألودية وكذلك غطاء لهذه الشريحة أو أغطية لهذه الشرائح وماء وكذلك مجهر مركب وشريحة لباطن خذ الإنسان إذن لاحظ من هذه الأشياء التي نحتاجها هناك نوعين من الخلايا ما هما؟ أحسنتم شريحة باطن خذ الإنسان وكذلك شريحة نبات الألودية أو حتى قشرة البصل ما الفرق بينهما؟ أحسنتم باطن الخذ هي شريحة مخصصة بالمملكة الحيوانية أو الحيوانات وبالنسبة لنبات الألودية أو البصل هي شريحة مخصصة للنباتات إذن سوف نستكشف الفرق بين خلية النبات أو الخلية النباتية والخلية الحيوانية لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا إلى افتراض أو وضع الفرضية ماذا نتحدث فيه حول هذه الفرضية؟ سوف نجيب على التساؤل ونقول بأن التراكيب سوف تكون متشابهة إذن هذا افتراض منك طالبي أو طالبتي تكون هذه التراكيب متشابهة ولكن هناك اختلاف وسوف نبينه بإذن الله تعالى في الأشكال عبر هذا النشاط لننطلق وإياكم إلى الخطوات في البداية طالبي وطالبتي تقوم كما تشاهد أو كما تشاهد في هذه الصورة عند الطالب تقوم بتحضير شريحة رطبة لورقة نبات الألودية كما تشاهد وهذا النبات هو نبات مائي مأخوذة من قمة هذا النبات وذلك عندما تضع قطرة ماء على شريحة زجاجية كما تشاهد يضع هذا الطالب قطرة الماء على هذه الشريحة ثم يستخدم الملقط لنزع ورقة من نبات الألودية ثم بعد ذلك وضعها هذا الطالب فوق قطرة الماء ووضع غطاء الشريحة فوق هذه الشريحة الأساسية وبالتالي استطاع بذلك أن يكون شريحة ليشاهد بها الخلايا النباتية في هذه الشريحة ننطلق وإياكم إلى الفقرة الأخرى قام الطالب بملاحظة الورقة ورقة نبات الألودية باستخدام أولا القوة الصغرى للمجهر إذن بدأ في البداية باستخدام القوة الصغرى للمجهر لكي يحاول أن يشاهد هذه أو الخلايا الموجودة في ورقة نبات الألودية ثم استخدم بعد ذلك القوة الكبرى للمجهر لأن يفحص ما يشاهده حول هذه الخلية بعد ذلك أعاد إلى العدسة الشيئية الصغرى إلى مكانها فوق الشريحة ثم نزع الشريحة من منضلة المجهر حتى يستطيع هذا الطالب أن يضع الشريحة الأخرى إذن في البداية قام بتكوين شريحة نبات الألودية وضعها تحت المجهر استطاع أن يشاهدها بقوة التكبير الصغرى ثم بعد ذلك بقوة التكبير الكبرى ثم بعد ذلك قام برسم الجزئات أو الأجزاء الموجودة في هذه الشريحة بعد ذلك ماذا سوف يقوم به الطالب؟ سوف ننطلق للفقرة الأخرى قام بإعادة الخطوة الثانية مستخدمة نفس الخطوات ولكن بدلا من شريحة نبات الألودية أو ورقة شريحة نبات الألودية استخدم شريحة لباطن خد الإنسان فبذلك تكونت له معلومات أو قام برسم شريحة نبات الألودية ثم بعد ذلك قام برسم شريحة لنبات أو لحيوان معين سواء كان باطن خد الإنسان أو غيره قام برسم الأجزاء ماذا حدث بعد ذلك؟ قام الطالب بوضع دائرتين مثلا متقابلتين وضع عمليات التشابه وعمليات الاختلاف بين هاتين الشريحتين شاهد الطالب من خلال هذا النشاط أن خلية نبات الألودية شكلها كما تشاهد طالبي وطالبتي شكلها تقريبا مستطيل وكذلك يحيط بها جدار خلوي وأخيرا تحتوي على بقع خضراء هذه البقع تسمى البلاسيدات الخضراء إذن هذا هو الاختلاف الموجود في خلية نبات الألودية بينما خلية باطن الخد شكلها ليس مستطيلا بل هو شكلها بيضاوي وما هو الاختلاف الآخر؟ الاختلاف الآخر لا يوجد بها جدار خلوي بينما الخلية في نبات الألودية بها جدار خلوي في الفقرة الثالثة لا يوجد بها بلاسيدات خضراء إذن هناك فرق بين الخليتين سواء كان خلية الألودية النباتية وخلية باطن الخد الحيوانية هناك فرق بين الخليتين ولكن ما هو التشابه؟ التشابه بينهما أنهما خليتان صغيرتان لا يمكن رأديتهما إلا بالمجهر إذن هناك تشابه وكذلك هناك أجزاء أخرى متشابهة ولكن استطاع الطالب أن يجد الاختلاف بين هاتين الخليتين هنا يوجد جدار خلوي في الخلية النباتية يوجد جدار خلوي في الخلية الحيوانية لا يوجد جدار خلوي في الخلية النباتية لا تحتوي على كلوروفيل بينما الخلية الحيوانية لا تحتوي على كلوروفيل أو بلاسيدات خضراء لنتعرف بعد ذلك طالبي وطالبتي على الفقرة الأخرى من درس هذا اليوم وهو في تفسيره للبيانات عندما قمنا بتفسير بعض أوجه التشابه والاختلاف بين هذه الخلايا كيف تكون أوجه التشابه والاختلاف ذكرناها قبل قليل طالبي وطالبتي أحسنتم إذن أوجه التشابه ذكرنا بأنهما كلاهما خلية تحتوي على أو لا يمكن رؤيتهما إلا بالمجهر بينما يوجد في الخلايا النباتية كلوروفيل لقومة بصنع غذائه وكذلك جدر صلبة أما الخلايا الإنسان فهي لا تحتوي على جدر خلوية لأن الإنسان عبارة عن عظام وغضاريف بإمكانك طالبي وطالبتي أن تستخلص نتائجا أكثر تفحص شرائح محضرة لعينات أخرى حتى تستطيع أن تشاهد الفرق بين الخلايا النباتية وخلايا حيوانية غير هذه الشرائح وتستطيع منها أن تستكشف الفرق بين الخلايا لننطلق وإياكم طالبي وطالبتي إلى المرحلة الأولى من مراحل التعلم وهي مرحلة الشرح والتفسير لدينا سؤال أساسي كما ذكرنا لكم وهو كيف تقوم الخلايا بالعمليات الحيوية من هذه المفردات ذكرناها في بداية الدرس وهي النقل النشط والانتشار والخاصية الأسموزية وكذلك البناء الضوئي والتنفس الخلوي وكذلك النقل النشط لدينا مهارة القراءة سوف نقرأ ثم بعد ذلك نقوم بعملية التلخيص لنلخص عناصرا ونضعها في قاعدة عامة وسوف نقوم بإجراء ذلك خلال هذا الدرس والدروس اللاحقة بإذن الله تعالى لننطلق وإياكم طلابنا وطالباتنا في الشرح والتفسير لنتحدث عن كيف يمكننا أن نقارن بين الخلايا النباتية والخلايا الحيوانية تتكون كل خلية من مجموعة من الأجزاء تعمل معا بوصفها خلايا على الرغم أن الخلايا النباتية والحيوانية لهم أجزاء مشتركة إلا أن هناك اختلاف شاهدنا قبل قليل عبر النشاط الاستكشافي الاختلاف بينهما سوف نبحث عن الأشياء المشتركة ثم بعد ذلك نبحث عن الأشياء المختلفة شاهد معي طالبي وطالبتي هناك أشياء مشتركة بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية ما هو هذا الشيء والمضلل بالدائرة الحمراء؟ أحسنتم هو الغشاء البلازمي إذن ما هو وظيفة هذا الغشاء البلازمي؟ هذه خلية حيوانية على إمين الشاشة وهذه خلية نباتية على يسار الشاشة إذن الغشاء البلازمي موجود في الخلية النباتية وكذلك في الخلية الحيوانية ولكن ما هي وظيفته؟ هذا الغشاء يعطي الخلية شكلها المميز يسمح بدخول المواد وخروجها من الخلية وهذا الغشاء يشبه الجدار الذي يحيط بمصنع حتى يساعد في حمايته ما هو الشيء المشترك الآخر بين الخلية الحيوانية والنباتية نشاهد معا ما هو هذا الشيء اقرأ طالبي وطالبتي أحسنتم إنها النواة إذن معظم الخلايا لها أنوية ولكن ماذا تقوم به هذه النواة في الخلية الحيوانية وكذلك الخلية النباتية النواة تعمل بوصفها مركزا لتحكم الخلية تنظم التفاعلات الكيميائية تخزن المعلومات الضرورية لانقسام الخلية ويمكننا أن نشاهد نواة الخلية باستعمال مجهر بسيط وغالبا ما يكون لونها داكن إذن تحدثنا في البداية عن أوجه التشابه الغشاء البلازمي متشابه بين الخليتين النباتية والحيوانية النواة كذلك أو وجه من أوجه التشابه بين الخليتين الحيوانية والنباتية هل هناك شيء آخر طالبي وطالبتي؟ أحسنتم إذن لننطلق إلى الأشياء الأخرى ومنها الكروموسومات ماذا تعني الكروموسومات؟ وما هي وظيفتها؟ وأين تقع؟ شاهد معي طالبي وطالبتي أين تقع الكروموسومات؟ أحسنتم إنها تقع في النواة وتحتوي هذه النواة على المعلومات الوراثية وهذه المعلومات توجد في النواة عبر أشرطة طويلة من الأحماض النووية وتسمى كما ذكرنا لكم الكروموسومات ما هي وظيفتها؟ تخزن المعلومات اللازمة لتنفيذ كافة الأنشطة وتحفظها لنقلها إلى خلايا النسل الجديد إذن هذا هو دور الكروموسومات ننطلق وإياكم إلى المادة الأخرى المتشابهة بين خلية النباتية والحيوانية ما هو هذا النوع وما هو هذا العنصر؟ أحسنتم السيتوبلازم ما هو السيتوبلازم؟ جميل يوجد هذا السيتوبلازم دائما بين النواة والغشاء البلازمي ويحتوي على كمية كبيرة من الماء ويوجد فيه أيضا أجزاء داخلية للخلية ويعتبر كسطح المكتب لهذه الخلية والتي يوجد بها العديد من هذه المكونات الموجودة أمامك بعد ذلك طالبي وطالبتي هناك عنصر مشترك بين الخلية الحيوانية والخلية النباتية ما هو؟ أحسنتم الميتوكندريا الميتوكندريا تعتبر مصدرا للطاقة وهي على شكل عصي تقوم بعملية التنفس الهوائي يتم تحول المواد الكيميائية في الغذاء إلى طاقة تستطيع الخلية أن تستعملها وبالتالي كما ذكرنا لكم تحتاج إلى طاقة كخلايا عضلات القلب التي تحتوي على كمية كبيرة من الميتوكندريا لننطلق وإياكم إلى الفقرة الأخرى والمتشابهة بين الخلية الحيوانية والنباتية ما هي طالبي وطالبتي؟ أحسنتم إنها الفجوات كما ذكرتم ولكن هناك اختلاف بين هذه الفجوات رغم وجودها في الخلية النباتية والحيوانية نلاحظ أنها تخزن الماء والغذاء ولكن الفرق أن الخلية النباتية تكون فيها الفجوات أكبر من الخلية الحيوانية نظرا لأن النبات يحتاج إلى الماء بكميات أكبر بينما هناك اختلاف بين الخلية النباتية والحيوانية شاهدنا العوامل المتشابهة بين الخلية النباتية والحيوانية ولكن ما هو الاختلاف بينهما؟ شاهد معي طالبي وطالبتي إنها هاتين الفقرتين الموجودتان في الخلية النباتية ولكن لا توجد في الخلية الحيوانية حيث أن الخلية النباتية تحتوي على جدار خلوي وبلاستيدات خضراء وهذه العناصر لا توجد فيه الخلية الحيوانية إذن ما هو الجدار الخلوي؟ هو جدار صلب يحيط بالغشاء البلازمي ويدعم الخلية النباتية ويعطيها شكلها يحميها من الظروف بعد ذلك نشاهد معا أن البلاستيدات الخضراء والتي تشاهدها أمامك في الخلية النباتية هي عبارة عن تقوم بصنع الغذاء تمتص الضوء وتساعد على تحتوي هذه البلاستيدات على صبغة الكلوروفيل والتي تكسب النبات اللون الأخضر إذن لنختم درسنا طالبي وطالبتي ببعض الأسئلة نريد أن نلخص ما وظيفة الفجوات في الخلية سؤال موجه لكم طالبي وطالبتي تحدثنا عن الفجوات ولكن ما وظيفتها في الخلية؟ أحسنتم إذن الفجوات عبارة عن مناطق تخزين في الخلايا استطيع الخلية أن تخزين داخلها الماء والغذاء وكذلك بعض الفضلات في مهارة التفكير الناقد أريد منك طالبي وطالبتي أن تقارن بين وظائف الغشاء البلازمي والجدار الخلوي في الخلية النباتية ماذا يقوم به الغشاء البلازمي وماذا يقوم به الجدار الخلوي في خلية نباتية؟ أحسنتم بما أنهما في الخلية النباتية فبالتالي نجد أن كلاهما يتوحيطان بالخلية بينما ينظم الغشاء الخلوي دخول مواد وخروجها أما الجدار فهو صلب يحمي الخلية ويدعمها ويساعد على الحفاظ على شكلها في الختام طالبي وطالبتي نختتم درسنا لهذا اليوم بسؤال الواجب السؤال يقول ما عمل البلاسيدات الخضراء في الخلية النباتية ما هو دور هذه البلاسيدات الخضراء في الخلية النباتية أريد منكم طلابنا وطالباتنا أن تدونون هذا الواجب في ورقة حتى تحلونه ثم في بداية الحصة القادمة نقوم بمشاركة الإجابة حول هذا التساعد إلى هنا وصلنا وإياكم إلى ختام درسي هذا اليوم إلى أن نلقاكم بإذن الله تعالى في درس الحصة القادمة نستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته